أين أنت يا حمرة الخجل معادش حد بيكسف ولا عاد حد بيراعي أي حاجة لكن ماذا بينك وبين ربك يا خطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كل فترة في الوقت اللي حتى يتعرض لكتير من مثل هذه الأكاذيب على الساحة الإعلامية ويترفع ولا يرد يجيلوا الإنصاف باستمرار من بره في توقيت واحد تقريبا في يوم في نفس اليوم مبارح محمود الخطيب كلاعب تلاقي أفريكا فوتبول كلاسيك الموقع المهتم بإحصايات كرة القدم الأفريقية يعمل تشكيلة لحقبة التمانينات عقد التمانينات ده الناس اللي بتقولك مين أحسن ومين أفضل وا 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 يجي الإنصاف في تشكيلة التمانينات من القرن الماضي ويأتي في رأس في خط الهجوم محمود الخطيب من مصر رابح مجر الجزائر رجوه ميلا من الكاميرون والكابتل إبراهيم يوسف عليها رحمة الله نجبه مصر ونادي الزمالك في خط الدفاع معه ستيفن كيشي النيجيري والكاميروني إيمانو الكنديو حارس المرمى توماس نكونو الكاميروني كلها وفي خط الوسط لاخدر باللومي الجزائر توفيل أبيجا الكاميرون محمد التيموم المغرب والإفواري يوسف يعني كلها ناس سيبة بصمة اللي عايز يفتش ورايه هذا بقى اللي أنا أضع عليه اللي عايز يفتش ورا الفرنس فوتبول حيحتار لأنه حيلاقي ما يدعي مزيد الحقائق وهو تبط الخطيب الأفريكان فوتبول هو ده أنت بتقول ماذا بينك وبين ربك خطيب يا الحقيقة يعني هو 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 ليه اللي تصاب بيجي لك أن في وعد يقول لك مين ده يعني مين قالك أن ده الأسطورة تيجي تاك أيوة أنا بقول لك حاجة بتاع يعني مش يعني اللي بالرد لكل حد بيقول تاني سامع وقال لك طب أنا أقول لك أيوة أنا رد هنا بقى بالزب يروح راضد عليه بهذا الكلام والثماني ناتج كابت الخطيب خد يعني أفضل لاعب أفريقي فيها ثلاثة وثمانين أي المسألة منطقية جدا وبيعدد أما ييجوا وبيعددوا الأسطير ما من مرة تيجي كلمة أسطير إلا يا كاد يتصدرها يا الأول يا تاني واحد من ثلاثة لا يمكن يخرج عن الحزبة دي أي الكابتن محمود الخطيب لأن تجايلي في مدان حتى لما كان حد عايز يعني يهاجمه كان يقول لك هو لاعب الحقيقة يعني غيرش الكلم بس إيداري فلقوها مش نافعة وقالك قالك كمامه لاعب كويس اللي أنت قلت دي لأنه خلاص محمود الخطيب اللاعب انتهى اعتزل في سبعة وتمانين وعمل هذا التكوين الفني والكرة والكبير اللي بيحفظه له التاريخ لكن محمود الخطيب الإيداري رئيس النادي الأهلي هي دي بقى النقطة اللي زي ما أنت قلت قبل كده واجعهم قوي تبدأ تفصل فييجي الإنصاف من الخارج المرات يجي الإنصاف للخطيب اللاعب أفريقيا يجي لك الإنصاف لمحمود الخطيبة الإداري رئيس النادي الأهلي عربيا ونلاقي صحيفة الاتحاد الإماراتية أكبر صحف الإمارات الحياة صحيفة إيلا عاملة فيديو جراف عن أسطورة تتجدد إزاي نموذج الكابتن محمود الخطيبة الإداري يرد بإنجازاته في النادي الأهلي عن كل الإساءات اللي بتحصل بصمت فيديو جراف كان مهم جدا نشوفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل استوقفك بقى؟ استوقفني ان الناس بتوصل لكبد الحقيقة لانه هي من سورة ولا من بعيد أيوه ما هماش أطراف يتحيزوا لأي طرف بالضبط ثانيا عندهم معيار المصدقية ومسدقين الحالة اللي قدامهم فبيتكلموا عليها بأبسط الألفاظ التي تصيب كبد الحقيقة قال لك إيه الغيرة المعنى ده أنا عايز أقف عندك يعني هو بيقول خلاص الصورة احنا قلنا لكم كذا كذا طيب هو من ساعة ما جاء في 2017 هو ليه الناس بتنال منه يعني ليه بتحاول هنا تتكلم عليه كتير ليه تمال تحاول تقلل من قدراته أو من إنه هو مش أصل دايا كالعيم كورة إنما إحنا كإداري ده حاجة تانية فقال لك الغيرة والغيرة دي مش بس من الناس إنما من الناس اللي مش مفروض بينك وبينهم مجال مقرن يعني ما يكون فيه واحد أنا في هذا الكيان ونت في هذا الكيان تملك نفس القدرات في الصلاحيات في كيانك وأنا عندي صلاحيات وقدرات في كيانك الفارق بيننا تاريخ هنا وتاريخ هنا الفارق بيننا هنا نمط حياة هنا ونمط حياة هنا الفارق بيننا وبين فكل مرة تيجي تعمل حاجة لازم تشتم هنا طيب ما جيتش أنت تعمل حاجة فيه حد زي كلمتين دول عمل حاجة جمعة المنصورة بتستدعي الكابتن الخطير جاعة أبناء المحافظة والمعحم أساطير اللي ده أهلية يوم يتشتم الكابتن الخطير أو بلاش يتشتم يتهاجم طيب اتحاد الكورة الأفريقي يتحدث عن الأساطير يتهاجم الكابتن محمود الخطير حاجة ثالثة وربع وخمس ما لهاش دعوه بألا بالخطير ولا بالأهلي ولا بأي نادي تاني بس ايه بينور في مكان تاني بينور هو يعني يحصل إشارة إليه إزاي تدعوه مش عالف تتاح فالدو ده بيزعج خفديش الظلام مفيش كده أعمل صادقة أشتمه حاجة تخصني بقى أهدمه اتعلم مني واحد يقول مش عارف ايه عشان مش عارف ايه درجة المسرحية الغازلية بتاعت العتبة اللي تفتح فيها الشنطة ها ها واخد بالك فالمسألة مش مسألة ما لهاش دعوه يعني لو كل واحد ركز وننجح في مجاله ممكن انت الخطيب هنا ممكن انت فلال فلاني هنا ها ليه لا ما فيش تنافس بالضبط هو له نفسك في مكانك هو في في بداية السبعينات وفي التمانينات وفي لحد التسعينات كان كل قيادات الزمالك عندما تتحدث حتى اعضاء الزمالك حتى الاعلام يقول لك صالح سليم يريد عندنا واحد ازاي انا ما زلت اتذكر يا ساذ ابراهيم كان الكابتن نور الدالي نازل انتخابات نادي زمالك فلاقيته واحنا بنقعد في الحتة اللي تعرفها اللي هي في جنينة جنب الكلاب هاوس دي بحيش اللي داخل من الباب يشوفنا ونشوفه اي فتوجه الينا احنا مجلت الناس القديمة وقعد وبعدين يبتد يتكلم هو كابتن صالح انا قلنا له هو على وصول فقعد معانا شوي هو انا انا جاي لي يا جماعة عشان انا عارف اني في اعضاء مشتركيب الاهل والزمالك بس عايز اقول لكم هو انا ليه رشحت نفسي في نادي زمالك ما كانش مطالب يقول لنا يعني ما كانش مطالب انه قلنا مرشح نفسه ليه في نادي زمالك قال لقين انا لما ملائك كابتن صالح رئيس النادي الاهلي لازم نادي زمالك يفكر مين يوعد جنبه الله او في المعيار الميزاني اه فهو كان يارى بصفته وكان رجل يعني مصقف ورسوقراتي ولعيب كورا كويس ودولي من اهم وكان عنده رأي كان حاجة يعني كان قيمة في حد ذاته فهو كان يارى ان الحافز اللي نزلو انه كابتن صالح هنا اه فشاف ان دي يعني في مزان القوى ينبغي نكون هوم اه تمام دي رؤية وكنت ما ما ايتكلم اي حد ما ايتكلم ياريت عندنا حد ذاتكابتن صالح دلوقتي ياريت عندنا ما بتتقالش اه في المواجه لكن مؤكد في مشاعر كثيرة ياريت عندنا حد ذاتكابتن القطيب اه اخت بالك ياريت عندنا حد قبليه ذاتكابتن حسن حمد بالقيمة ما القيمة بقى بتلخص والكيان بيلخصها او بيفرزها اه هو انت المشكلة كلها سيدس ابراهيم ما يمثله الكابتن الخطيب اداريا بقى ايوه من قيم وتمسك بتقاليد وكانوا فاهمين ان تيجي فطرة يهزوا الكلام ده فيها لكن لا ده لقوا الخطيب بيأكد عليها بكل مهارة كل ما اتكلم وليك عملت الاهل 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 كل ما تيجي سيرت اي حد يذكره بالخير او ما يذكرهش خالص اه لم ترى لن ولن ترى يذكر احد بالسوء حتى في الاعدادات الخاصة اي عفيف اللسان ما تليش سبب ابدا في اي وقت دي سيماته اه اللي هو استقاها وتربع عليها في النادي الاهلي وامن بها فاعتنقها اه في اسلوب الادارة اه فما تيجي بقى كمان ده بلخص اي بقى استاذ افراهيم اه الغيرة اه والاساءة والاساءة فيقوم نفس التحليل والكلام الذي جاء من نقاض رياضيين مهمين يقولك ايه كيف قابل الخطيب كل هذا بالتعفف والسمو والترفع والتسامح والصبر الصبر هيأتي اليه حقه دائما من الاخرين فيه توقيت غريب ومزهل يعني ده بتقول ماذا بيناك مزهل انه واحد ليسه يقولك استورة بأمارة ايه خد هدى التشكيل الاستورة الاداري مش اللاعب خد خد ولا حد لحنا ادخلنا ولا حد لحنا عملنا وربنا يجعل كلامنا خفيف عكبت الخطيب اكتر من اي حد تاني لان هذا الكلام ممكن لو انت خفيف بقى يأثر عليك نفسي وانا كتير ما كان حد يجي مثلا مرة في حد من العاملين في النادي القالي دخل وكان الكابتن صالح قاعد فعايزي جمالني فقال له الراجل ده الراجل ده احنا كلنا اينا مش الراجل ده لو قلنا نرمو نفسك ومش عارف ايه احنا مش تعرفش الراجل ده رح تانا عامل كده مش عجيب من الكلام اه خلاص يا فلان شكرا 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 وروح تبصص لكابتن صالح عارف كابتن انا في كل صلاح وهذا حقيقي اه بعد اقول ايه فرح بصص لكده وقول اللهم ما قني شر نفسي انه لا فقال لي رح بصص لي تاني كده عنيه وسعت شوية بتقول لي ليه لو صدق هذا النوع من الكلام ممكن يجرى لي حاجة هو عاجة جاملني الراجل للجميع بالصحة والهداية ونبدأ بانفسنا ربنا يدينا جميعا وما نكونش من اولئك الذين يعني يعني يسمعونه القول ولا يقوله احسن او افضل هذا الميزان عندنا ودي الربط الجميل اللي انت جبته ده الاداري واللاعب جاء في توقيت وهو حتى حتى هي فلسفة الانجاز في الصمت دي قيمة مش سهلة ابدا انت قلت حاجتين الصبر الصبر والقدرة على استقبال كل ده بدون ما يأثر عليك عملية حتى لو أثر عليك نفسيا او ضيقا بتتحمل ومصاب وهنا معنى الكلمة الصبر وتستمر وتستمر لانتك مؤمن بان ده الطريق الصح